نتائج الدورة الرابعة بطولة القسم الثاني هوات شطر الشمال الشرقي جاءت كالتالي دفاع حمرية يفوز على اتحاد أزرور ثلاثة الأهداف لهدفين طلب التطوان يفوز على حسينية قرسيف بهدف لصيفر شباب العرائش يتعادل بصيفر لمثله مع قدس تازر الناصر الفاسي يتعادل بصيفر لمثله كذلك مع نهضة زيو نهضة سلوان يتعادل بصيفر لمثله أمام كواكب الفاسي ويفوز نادي إفران على النادي القصري بهدفه لهدف واحد رجع الحسينية يتعادل مع اتحاد الشاون بهدف لمثله نادي الفنيدق كان في راحة بالنسبة للترتيب عقب الدورة الرابعة الصف الأول نادي إفران 12 نقطة الصف الثاني دفاع حمرية 10 نقاط الصف الثالث كواكب فاس 7 نقاط الصف الرابع شباب العرائش 6 نقاط الصف الخامس نادي القصري قدس تازا نهضة سلوان بخمس نقاط الصف الثامن نادي أزرو طلب التطوان حسينية جرسيف نهضة زيو نصر الفاسي بأربع نقاط الصف الثالث عشر نادي الفنيدق بنقطتين والصف الرابع عشر اتحاد الشاون بنقطة واحدة والصف الخامس عشر رجع الحسينية كذلك بنقطة واحدة ننتقل إلى بطولة القسم الثالث الممتاز عصبة الشمال الدورة الأولى جوارة العرائش ينهزم بميداني أمام أولمبيك وزان بهدفه لثلاث أهداف شباب عالم طانجا يفوز على رجع العرائش بأربعة أهداف لواحد السلب القصري يفوز على رجع البوغاز بثلاث أهداف لواحد شباب الدغالين ينهزم أمام شباب أصيل بهدفه لصيفر أما الفندق يتعادل أمام أطلس ميرتين صيفر صيفر الشباب المضيق يفوز على جوارة مسنانة بهدفه لصيفر الشباب بن ديبان يتعادل أمام ويداد طانجا واحد الواحد وأجاكس طانجا يفوز على محيط أصيلة بهدف لصيفر ثلاث نقاط عند كل من أولمبيك وزان شباب عالم طانجا السلب القصري شباب أصيلة والشباب المضيق وأجاكس طانجا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا